مباراة الاهلي اللي فاتت الاهلي وطلاع الجيش طاهر محمد طارت حساب له ضربة جزاء او هو اللي حيشوت ضربة الجزاء اثناء تنفيذ او قبل ما طاهر ينفذ الراكلة او الضربة لعب من طلاع الجيش ده السلوك لا يليق ابدا وللأسف الحكم تعامل مع المسألة على انه طاهر والتاني متخنقين فده كل واحد انزار لما تشوفوا اللي الراجل لعب طلاع الجيش كان بيعمله دي ما تعديش دي ما تعديش ويتمنى ان كل الناس تاخد من المباريات السلوكيات المرفوضة جدا وتقومها وتحرج اللاعب اللاعب اللي بيحفر ارض الملعب انتم تخيلين بجزمته بيحفر مكان البنالتي علشان يأثر على الكرة وعلى اللاعب هل ده لعب نظيف؟ لا شوفوها اهو اهو بس للأسف انت عارضها بعد كده خالص لا 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 هي اهو اهو يعني دي انا شفتها كتير قاعد عمال يضرب بوش الجزمة مكان البنالتي علشان يأثر على وضع الكرة طاهر بيعترض راح الحاكم رايح مدي كل واحد انزار اهي لما هتتعاد تاني يعني ده كلامة جماعة مش سلوك رياضي ابدا اهو يعني ده وشامل لو بتقاله انت بتعمل اي حاج بص يعني ده كلام لعب نمر 25 انا مش عايز اقول اسمه بس يكفي ان هو يتحرج من نفسه لانه ده سلوك غير رياضي والله ايه اصل دي خطأ الحاكم اه يعني ده خطأ الحاكم ان اللقطة دي نفسها طب قولي الوضع القانوني انت دلوقتي حفرت في منطق في النقطة اللي المفروض تتلع منها ضربة الجزاء المفروض ضربة الجزاء تتلع مننا يا سيد زبراهيم هو ما كان نفس النقطة خلاص اصبحت غير صالحة انا اكترى انت بتعيق الكرة انا بقى تسألك من ناحية القانونية بقى اه المفروض يعمل ايه الحاكم هو على فكرة الحاكم ما خادش باللو الرعيب كان بيعمل ايه يعني المفروض ان الحاكم يستنى وينده الناس يرجع الامور زى ما كان اه يعني سبق من ضربة الجزاء ما احنا كلنا شايفين ان طهر ضايعها بس ايه الفكرة اما ضايعها ايه السلوك نفسه يعني هو التاني عامل كده عشان وكل ناس قالوا لك دي بتطلع برا هو شفى في حتة اه هو شفى وبيسقط الكرة ايام الكرة هتقطة فالطاني حتى تتخير اه ما علينا يعني بس طبعا انا باستغرب ان يعني طب هو دي عايزة انذار يعني السلوك ده ما همين يتخيلوا يا سيد برايب يعني دي حتى تتنص عليها في العقوبة ايه ايه سلوك غير رياضة طبعا سلوك ده عقوبة انذار اه يعني هو اسمه محمد زياد يعني خلينا نقول اسمه علشان يتحمل لانه انا شايف ان استوديوهات التحليل اتمنى ان ده يكون موجود استوديوهات التحليل زي ما انت عندك اشهادة بالحالات الايجابية يريد تختاروا اسوأ لعب حان تتكلف الحجاجة اه يتم اختيار اسوأ لعب اسوأ لعب دي مش من الناحية الفنية لانه الفنية دي توفيق وعدم توفيق لكن السلوكيات المرفوضة في الملاعب اتمنى على الزمل في كل استوديوهات التحليل تبدأ تشاور عليها علشان اللعب على الاقل يتحرك تدور لك على اسوأ لا لا ما تدورش بس لما يبقى فيه سلوك اه طبعا يترفض بشكل جماعي ويلام اللعب عليه هو دي المسيق بص يا سيد زبران انا لما بتكلم بتكلم لإيه اه لان كل كلمة على المستوى الاعلامي او القيادي هو له تأثير على الشارع اه فلان خلي بالنا